اشتركوا في القناة قسم الرياضي بأخبار اليوم وله بالتأكيد تجارب عديدة في الإعلام الرياضي في السنوات الأخيرة دي في وضفكم الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال الزهيري أستاذ جمال برحب بيك ويا ربكم بخير الله يخليك أستاذ محمد وسعيد بوجوده معك أنا أسعد بالتأكيد أول مرة بس إحنا مع بعض على طول بقنا سنين وعبا أولا نتابع الأحداث الردية في الفترة الأخيرة ودايما كده الأحداث الردية في مصر ساخنة ودايما كل يوم فيه أخبار وكواليس وأسرار والأيام بتكشف لنا حتى مع الوقت كواليس حاجات ماضية هنتكلم عليها وفي الساق حورنا هنتكلم عليها لكن أولا متابعتك للأحداث خلال الساعات الأخيرة شايف الوسط الرياضي والأحداث الرياضية تحديدا في كرة القدم إزاي يا سيد جمال هو في كرة القدم أنا شايف أنه مازال هناك استمرار لحالة إحنا كنا عايزين ننساها يعني إحنا قلنا في مرحلة كانت سيئة جدا في كرة القدم المصرية تمثلت بقى في بعض الأحداث وبعض المخالفات اللي صاحبة المشاركة في كاس العالم وكاس الأمم الأفريقية الأخيرة وصحيح أنه هناك اتجاه لتغيير هذا الواقع في كرة القدم لكن لغاية النهاردة أنا بعتبر أنه ما يحدث على ساحة كرة القدم هو امتداد للاتحاد السابق حتى الآن لسه ما حطناش نقطة وما بدأناش من أول السطر بدليل أحداث مباراة بيرامدز الأخيرة وما تضمنها من لغط كبير جدا حول أداء التحكيم والاختيارات نفسها اختيار الحكم نفسه ده كله معناه أن احنا ما زلنا سيد محمد بنعيش في نفس الدائرة يعني في الوقت اللي احنا فرحانين جدا وسعاداء جدا بكرة اليد المصرية اللي أنجزت برونزية على مستوى الشباب ثم ذهبية الناشئين يعني بطولة العالم لسه كلامنا في الكرة مخرجش عن هذا الحيز الداية اللي احنا كنا فيه اللي هو حيز الفشل والمجاملات والاختيارات الخاطئة والكلام ده كله مصبوط فأتمنى أنه يبقى فيه سرعة فيه يعني أنا واثق مليون في المية أن فيه إجراءات بتتاخد عشان إنهاء هذه المرحلة بس الغاية النهاردة مستمرة يعني الإجراءات تواخدة وقتها قوي بس فيه تفاصيل في الإجراءات اللي بتتاخد ولا القصة بالنسبة لنا حتى كإعلام أو في الكواليس فيه ضبابية في المشهد ما هو الاستمرار الضبابية ده هو اللي مخلي الصورة مش باينة قدام الناس وأنا من وجهة نظري إن التأخير في اتخاذ القرارات بيعمل الضبابية دي يعني أنا واحد من ناس متحمس جدا وأنا بقول إنه زي ما بيقولوا كده اقطع عرق وساح دمه بالضبط يعني في المثل الشعبي إنه ما استناش كتير بعد الحدث فيه فضائح معينة أو فيه مخالفات معينة ما سبهاش بقى مستمرة والناس تفضل إيه مترقبة لا المفروض على طول سرعة اتخاذ القرارات مهم جدا فيه إنها تشفي غليل الناس يعني يعني مثلا مش هقولك أغرب من إن التحكرة القدم طلع بيان صحفي بيهنئ التحكرة اليد على الإنجازات طيب يعني متشكرين يعني أنتوا عملتوا كده يعني حتى الخبر نفسه مستفز يا محمد للناس يعني أنت بتكتب البقية أنت ما كنتش تقولي يعني لأ أنت مش جهة لا أحاسب نفسي طيب أنت كمان مش جهة إشرافية فبتحيي التحكرة اليد ده أنت المفروض تغير منه أكيد وتبقى مكسوف جدا أن أنت ما عملتش حاجة وهذا الاتحاد اللي هو التحكرة اليد بإمكانيات واحد على واحد في المية من إمكانياتك أنت ككرة قدم وما فيش أجوه مقارنة وما فيش وجه المقارنة خالص ومع ذلك هم حققوا وإنت ما حققتش وهنتهم فرح تهنيهم كمان يا عم انتمالك ده هم في اللجنة الأولمبية أصوص جمال وقعزين مع بعض حتى في اجتماعات الجماعات العمومية كل اتحاد لابة لابة أولمبية بيبقى تعودوا في اللجنة الأولمبية فكل واحد بيتباه بالإنجاز اللي عمل قدام الاتحاد التاني فتبقى فيهم نفسه لكن اتحاد الكورة بعد هو كان خبر لطيف جدا مش لطيف بقى يعني هو خبر مستفز ليه؟ حتى ناس كتير علقت لأنه أنت مش جهة مشرفة يعني لو اللجنة الأولمبية هي اللي طلق التاني ماشي وتباري الوزارة طبيعي الوزارة طبيعي أي جهة في الدولة غير أنت يعني أنت يعني بلاش أنت يعني خليك أنت على جنب حل مشاكلك الأول وصلح أدائك وتعالى بعد كده بارك يعني ده أنا بقول أنه هو استمرار يعني حرف فيه سوق عقاص كده في الموقع وضبابية المشهد ده ألقى بزلاله على مباراة الأهل وقامت طبعا هي المباراة وقيمت في إطار نفس الضبابية يعني حتى بدليل أنه مش هيتطبق حاجة جديدة ده كل القواعد الأديمة هي هي بكل العيوب بالاختيارات وكأننا مصممين على أننا نكمل السيزن حتى بعد فضيحة كاس الأمم أو خروجنا منها المبكر وما صحابها يعني من مخالفات وأخطاء مصممين أن نكمل الكاس مصر بنفس الأسلوب ليبقى ما عملناش حاجة يعني أنت قعدت في كاس الأمم الأفريقية متابع البطولة قد إيه وما حصلش اعتراضات ولا احتجاجات على التحكيم لأنه ما كانش فيه أخطاء فادحة أو فاضحة فأول مباريات تقام هي بعد كاس الأمم الأفريقية ترجع عريمة لعادتها القديمة ونفس المشاكل ونفس الاختيارات والكلام دوت فده ده يخليك كأن أنت ما عملتش حاجة كأنك ما خدتش خطوة للأمام هي دي مشكلة ما يحدث حاليا ولهذا يعني أنه ناشد سرعة إنهاء هذه الضبابية في كرة القدم ويمكن يرتبط بده برده أبو حميد أنه مثلا مطالبة النادي الأهلي النهاردة في بيان بتحفظها على بتحفظ النادي الأهلي على التحكيم والتلويح بأنه النادي الأهلي حيحط قايمة بأسماء ناس مش عايزهم مثلا خلاص القصة بتوضح قدام الناس كلها بالزبط وكمان يرتبط بيها قصة الحكم المساعد حكم الفيديو الفار اللي برضو النادي الأهلي قبل كده بص كأنك بتشوف الفصل الخامس من نفس المسرحي اللي هو النادي الأهلي قبل كده طلب إيه طلب تطبيق تقنية الفيديو واتحاد الكرة قاله وإيه أوكي أبو حاكر بيانة عشرة ستة لما الاتحاد يعترف بس بطريقة لذيذة جدا قال إحنا موافقين على كل طلبات النادي الأهلي بس هنا بدونا فرصة نكمل طيب النادي الأهلي تفاهم هذا الأمر وسبك تكمل المفروض أنت بقى كالتحكرة تكون واخد إجراءات لمنع بقى أي جدل يعني تقنية الفر معروف أنت لو طبقتها حتقضي على كثير من الجدل حتى لو الحكم شاكك في قرار هو اتخذه بالضبط هو بيطلب أنه هو يشوف الصورة فيقدر يغير قراره وده حصل حتى على مستوى دوري أبطال أفريقيا وبطولات كورا أنا اللي امدياني في القصة دي واتكلمت فيها في كذا مناسبة حتى الإسبوع الماضي اتكلمت فيها حتى لما الاتحاد الأفريقي عدل في مصابقات وفي بنود البطولة السنة الجاية بناء على اجتماعات تمت مع الرئيسية الأندية وكان النادي الأهلي والكابتل محمود الخاصيب كان حاضر هذه الاجتماعات وقادلة بدلو في هذه الاجتماعات والتوصيات اللي قالها يعني طبقت وبقت قرارات رسمية طبقت في البطولة في الفترة الجاية في حتة الملاعب والملاعب هتبقى فيه ولازم نلعب في العاصمة والمشاكل الفنية اللي بتقابل الأهلي حتى في المباريات لما تبقى في أماكن نائية بعين العاصمة لكن تيجي في اتحاد الكورة يا أصدر جمال تبعت للاتحاد الكورة محدش بيرد عليك تقول له في مشكلة عندي كذا في شؤون اللاعبين يا جماعة اللي واجح فيها كذا كذا محدش يرد عليك المسابقات عايزين نشارك فيها يتقلق أوكي ويطلعوا بيان وفي الآخر بتتكتب ومحدش بياخد رأيك أو استشارة حتى في المشاكل بتقلق عشان يسمع منك ويسمع من كل الأندية تقنية دي الفيديو نفس الفكرة بعد ما تقلق أوكي وتم التواصل حتى مع الشركات اللي بتنفذ هذه التقنية وتم التواصل معها من فترة قريبة بعد العميد صروت ما استسلم عمل الاتحاد كمدير تنفيذي طبقا للليحة قال لك بس التقنية هتتكلف كتير فممكن لديها تساعد معنا بس هيبقى صعب ان تطبقها السنة الجاية يبقى انت محلك سر يعني مفيش أي تحرك بالزبط طب ما وانت دلوقتي المفروض ان انت عارف ان فيه تقنية معينة انت هتطبقها على فكرة مهما تكلفت هتحل مشاكل كتير كويس لانه هتبقى هي الرد على اي اعتراضات يعني او هتمنع كثير من الاعتراضات والاحتجاجات ان انت يبقى عندك التقنية دي هتتكلف قد ايه ما الدوري المصري بيتكلف قد كده او بيجيب فلوس قد كده خصص جزء كبير من اللي بييجي لتطوير اللعبة احنا هنا بنتكلم على اذا كان اتحاد الدولي نفسه والاتحاد الافريقي والاتحادات القرية كلها بدأت تطبق هذا الاجراء او هذه التقنية للقضاء على المشاكل فانت من باب اولى ان انت تعمل ده خصوصا في يا سيدي مش هقولك في كل البطولة بس على الاقل فيه مباريات معينة زي ما بتجيب حكام اجانب ممكن يبقى فيه مباريات لها حساسية معينة يتطبق فيها هذا الاجراء ملعبنا اصبحت جهزة يعني كاس الأومم متنظم في مصر والملاعب كلها اللي وقيمت عليها البطولة عشر على عشر كانت تنفذت فيها التقنية يعني فكرة ان الملاعب اصلي كانت فيه فكرة برد اصلا الملاعب مش مجهزة الملاعب تلاعبت عليها كاس الأوممم كانت تقنية الفيديو موجودة في الملاعب بالزبط تمام فكرة الناحية المالية طب اصوص جمال ما فيه جزئية هو مش بيقى 15% من كل نادي نسبة البس الفضائي 3% من عقد كل لاعب في التوصيق 3% من قيمة العقد بالكامل بالزبط هل المداخل المالية دي للاتحاد ما تسمحش انك تطبق التقنية هو الدوري الانجليزي يا وحمد يعني ابتدى يحصل له طفرة كبيرة جدا مع منتصف او مع بدايات القرن الـ 21 ليه لانه الفلوس العوائد المالية اللي انت بتحصل عليها كاتحاد المفروض ان انت تستسمرها في الارتقاء باللعبة بالزبط وفي تطوير المسابقة بتاعتك اذا ما عملتش كده يبقى انت اصلا انت مش فاتح مشروع تجاري تعمل ده حتى يا سيدي لو انت عامل مشروع تجاري بتحسن شكله اكيد واخبالك بس لا ده انت مفروض انت عامل الفلوس اللي انت بتكسبها دي كلها على حس حاجة اسمها كرة قدم المفروض ان انت تصرفها على كرة القدم على تطوير اللعبة عشان بقولك ما نفضلش على طول في دايرة نفس الدايرة نفس الدايرة اللي مش هنخلص منها مش عايزين نخرج منها ليه انا مش قادر افهم يعني حتى حنقول ان فيه لجنة مؤقتة او ادارة مؤقتة لاتحاد الكور ماشي طب برضو لابد يكون هناك خطوات للاسراع بالحل اللي هو هتستقر عليه هل هتبقى فيه لجنة مثلا طبقا للليحة لمدة ثلاث شهور لحين مش عارف الدعوة لانتخابات او لغاية توقع لجنة هتقعد لمدة سنة كمان المفروض حد يطلع يقول الكلام ده يعني يعني انا عايز اقول انه انت بتعمل اجراءات دلوقتي حد عارف حاجة عنها خالص ولا بقولك كأن في مغارة حتى لأسماء اللي بتتردد فيه ناس بتتطفق وتختلف عليها بس ما تقدرش تتكلم اه انها ما تقاليتش رسميا بالزبط اه انت ما تقدرش تعترض على حاجة ولا تقول رأيك في حاجة دلوقتي لانه الامور ضبابية زي ما يعني انت اخترت الكلمة المعبرة انت ماشي في الضباب بنقولها بقلا كتير ايو احنا عايشين في الضبابية وغالبا على فكرة الضبابية دي في كرة القدم اه يعني اه يعني ماشي اوه في الالعاب الاخرى اه كل الامور بتبقى باينة يعني الى حد كبير يعني بوس لأي الاسكواش مثلا ماشي في سكة معينة وفي خط معين وبيحقق اشياء معينة كرة اليد هي ماشية برضو في سكتها وهكذا فيه ضبابية فيه اتحاد الكرة هل هي ضبابية مقصودة يعني هل ده جو السسبنس يعني ولا ايه ولا المخرج عايز كده ولا ايه مش عارفين المشهد ده يودين على فين بالزبط طيب النهاردة اتحاد الكرة لجنة مسابقاتك اتتخذت قرار باقاف الكابتن سيد مباراة وتغريم الاهلي عشر تلاف جنيه شايف قرارات لجنة المسابقات واتحاد الكرة بعد المباراة تمانية واربعين ساعة ها ولسه حتى يعني مباراة الاهلي وبرمز عشان تناقش قراراتها انت لسه عندك مباراة الكاس لسه يوم تمانية واربعين نعم فسرعة اتخذ القرار بالمقابل ان في لجنة الحكام ما تخص قرار او ما تناقشش تقريل حكم او ما صدر عن الحكم في هذه المباراة عشان حتى يقيموه ويدلو درجة بعد المباراة اللي حصل انت بتناق انت واخد القرارات بناء على ايه ما هو اي تصرفات لا علاقة بالتحكيم تقرير حكم وتعليم ورائب لا لا علاقة طب انت ليه ما بتتناقش المباراة كل بمشاكلها كلها يعني حتى لو لو انت نقشت واتضح لك ان الحكم اخطأ في حاجة واخبالك طب ما هو لابد ان يبقى فيه قرارات برضو ولا هي قرارات بس الاهلي هو اللي كان بيلعب لوحده ولا ايه مثلا وبردو غريبة يعني هل ما كانش فيه اي حاجة خالص من الطرف الاخر او ما فيش اي حاجة في المباراة غير تصرف معين لكابتن سيد او لكان ايمن اه قرار الطارد بتا ايمن هو ايقاف وراه بالظبط ده معروف ده معروف تبقى للليحة ده تبقى للليحة لا انا بتكلم لو انت لك ملاحظات على تصرف لكابتن سيد عبد حفيز كويس هو التصرف ده لوحده كده ولا اخذ مباراته نقش اجمالا ايوة يعني هو المفروض انه ده رد فعل لحاجة معينة فيبقى لازم فيه تصور عام ما يبقاش المسألة ان انت بتكتازق الحقيقة انت بتكتازق الموقف واخد بالك بس فهي لازم طبعا يبقى فيه شفافية اكتر من كذا تمام طيب المباراة مباراة الاهل وباراة مدز درجة الظلم اللي اتعرض لها الاهل في هذه المباراة ما دي تأثيرها في المباراة يسوس جمال هقولك حاجة برضو عشان نبقى واقعين وانا بكلمك اوه وانا في قناة الاهل واقعد معك الاهل لم يقدم يعني انا شايف ان الشوت الاول بالنسبة للاهل غير الشوت التاني تماما ده له اسبابه الفنية ومش برضو هنتكلم فيها انما النادي الاهل يعني مش عايز اقول انه كان ممكن جدا يكسب هذه المباراة لو اتيحت لو استفاد من فرص عديدة في الشوت الاول ده عدم الاستفادة منها اعطى الفرصة للفريق المنافس انه هو يعمل تبديلات معينة لافساد طريقة لعبك انت كويس ومية في المية اللي صارتي مسئول مسئولية كاملة ومية في المية في بعض اللعيبة في تحفزات على اداءهم انا بقولها لك وانا في قناة الاية مش عايزين نعمل زي بعض الناس اللي هم بيشوفوا انه العوامل الجوية والتحكيم والبتاع هو ده السبب الوحيد لا في مشاركة في الخطأ لكن الاجواء بقى العامة اللي هي المحيطة بالمباراة زي التحكيم والحاجات دي لها تأثير كبير لها تأثير وجزء طبعا لها تأثير وبتضاعف من ممكن عدم التوفيق اللي انت فيه يعني اتخرجك بره مود المباراة طبعا لما تتعرض لهدف مفاجئ هذا الهدف بيترتب عليه مية في المية مع النادي الاهلي كفريق يسعى لللقب وهو حامل لقب بطولة الدوري ويسعى للفوز بالسرعية هو خبالك ويتعرض لهدف ايا كانت ظروف هذا الهدف انما بعدها كمان تتعرض لطرد لعب مهم ده بيأثر اه ممكن يبقى فيه خطأ بس هل الخطأين اللي خاد عليهم الانذارين مية في المية يعني ده برضو ممكن يبقى فيه كلام فهي الفكرة كلها ان الظروف دي كلها بتأثر عليك انما لا بد ان اعترف ان الاهلي في الشوت التاني لم يكن موفقا في العودة حتى للمباراة واخبالك وساعدة وساعدة على ذلك الظروف المحيطة بالفريق بقى يعني اه ممكن جدا الاهلي معروف ان هو بيرجع للمباراة على طول يعني عادة المباريات ما بتهربش منه انما لا ننسى ان الفريق المنافس برضو فريق قوي ما هوش فريق سهل ان انت تغيب عن المباراة خمس دقائق عشر دقائق وترجع لا هو بيكون مجاهز نفسه وبيكون وكان عالك حساب كويس جدا اه طبعا ومية في المية بيلعب معك بحذر شديد وتركيز شديد جدا اكيد طيب احداث المباراة ممكن مع الوقت ومع الاحداث المتلاحقة ندخل في احداث جديدة والناس تنسى الاحداث القديمة بس انا عايز اربط الاحداث ديت بالكلام اللي كان قاله المهندس فرج عامر من حوالي اسبوع او عشر ايام بمباراة الكاس اللي كانت من سنتين ما بين الزمالك واسموحة قال كلام مهم جدا وقال كلام خطير جدا لكن المفاجأة بالنسبة لي مش في كلامه هو المفاجأة التناول الاعلامي لكلامه محدش اهتم والموضوع عدى وكلام زي ده لو اتألفه اوروبا في فرقة كبيرة ممكن تنزل درجة تانية انا فاكر اليوفي نزل درجة تانية نتيجة تصراحات او نتيجة ظهور حاجات بعد الموسم ما انتهى ليه الاعلام او كيف ترى وجهت نظرك بالتأكيد انا كراجل صحف كبير وكاتب واعلامي شايف الاعلام بتناول مع هذه القضايا ازاي لا انا شايف انه التصراحات دي غاية في الخطورة وزي ما انت قلت يعني لا تسقط بالتقادم بالزبط يعني ما هياش جريمة تسقط بالتقادم فمعنى الكلام ده معنى انه الاعلام لم يتناولوا بالشكل المناسب بالتركيز المناسب لا يبقى خطأ خطأ اعلامي كمان وغير خطأ اعلامي بقى كمان المسئولين يعني اولا مهندس فرج عامر لابد كان انه يتقدم بكلام رسمي ضد هذا الموضوع او بشأن هذا الموضوع بحيث انه يطالب بحقه مش مجرد فطفضة يعني معرفش هو قاله وكتب على صفحته على صفحته طيب الكلام اللي اتقال على الصفحة ده ده بلاخ لمن يهمه الامر وزي ما انت قلت لما يكتشف معلومات بهذا الشكل بعد سنتين تلات من البطور ولو بعد عشرين سنة لازم يتم التحقيق فيها مين بقى اللي يحقق فيها الاتحاد ما هو الاتحاد طرف الاتحاد هنا طرف بس انا باخد بس على المهندس فرج عامر هو كويس اوي انه هو قال الكلام ده بس يجب ان يتقدم به الى ومحدش حيرفع لك قضية معلش مع احترامي للمهندس فرج هو صديق وراجل محترم ومعروف ان هو صريح على فكرة انما محدش هيقدم لك طلب للنيابة مثلا ولا لأي جهة التحقيق عشان يتحقق في الموضوع لازم يبقى فيه احنا مش هناخد من الفيسبوك يعني النيابة مش هناخد من الفيسبوك بس بقى مش لدرجة النيابة انا بتكلم ان فيه لجان جوال الاتحاد لا انا بقولش النيابة انا بقول ايه لو فيه لجنة قضائية او لجنة قانونية مسؤولة عن هذا الامر اتحاد الكرة لان يحقق في هذا الامر انه كان طرف بس فيه لجان معناية بهذا الامر مفروض لجان محيدة جوال الاتحاد تناقش هذه الموضوعات بقى يعني فيه مثلا لجنة تظلمات لجنة تستقناف لما يقدم رسم دور الاعلام ابراز بس احيانا الاعلام بيتجنب خلينا واضحين احيانا الاعلام بيتجنب التركيز على هذه الامر ليه لانه يا اما الا مش عايز يخش في مشاكل لازم هو نفسه يعني انا المتضرر اه لازم المتضرر هو اللي ياخد الاجراء او الخطوة الرسمية اللي هي ما حدش يقدر بقى يتجنب بحث الموضوع انما لو مشيت على انها درداشة هتعدي اصلية باشة في نفس اطار المطش اللي احنا كنا فيه فكر التعيين حكم كان اجازة راجع من كاس امم كان موقوف بقى له شهرين الاهل اعترض على الاحداث التحكمية اللي حصلت وفيه سوابك كثيرة تقالت قبل كده ففي الكواليس دي بتديك مؤشر نفس الامور اللي كانت مشابهة مباراة النهائي الكاسة لكالفين سندين هو ذكر هذه الواقعة في السياق ده ده مفروض ان هو رسالة هو بيبعت رسالة بس احنا عندنا امور كتير مش هنكتفي بالرسالة يعني يعني عارف ايه مش هتتقال كده سيد محمد على انها حاجة تطلقت لا لازم انت متضرر من موقف معين تعمل اجرائك مزبوط تاخد اجرائك يعني ما تطلبش من الناس انها تتحمس لقضيتك اكتر منك صح ولا انا مزبوط اه انت صاحب القضيات لا يعني انا مثلا انا مثلا لو جي واحد رمالي معلومة ماشي ما يطلبش مني ما يقوليش ايه مثلا انا بقولك المعلومة حارب حربي بقى حارب بقى حربي بالزبط لا انا بحب المصدر الشديد قوي الجامد قوي اللي مثلا ما جيش انا اكتب ينفي ما جيش انا ادافع يقول انت مالك انا صاحب الشأن انا ما طلبتش حاجة دمعي وجهة نظرك منظور اللي انت بتقوله حضرتك انا انا بقولها من خلال ممارسة ممارسة عملية انا لا احارب بالنيابة عن احد انا لا احارب بالنيابة عن احد بمعنى ان انا ممكن اقول رأيي بس في نفس الوقت مش حوصله لمرحلة ان انا اللي بقود الموضوع ان انا اللي واخد الموضوع على العطيق يعني انا في النهاية بتكلم بالنيابة عن الرأي العام لكن افرد هو جيه في الاخر قال لي عم انت مالك مش المهندس فرج بشكل عام بشكل عام افرد انا حاربت الواحد وجيه قال لي عم انا ما قلت لكش انا عايز حاجة ده انا كنت بفاضفة بس كنت متدهق شوية يعني الفيسبوك وتويتر رغم انه هم عاملين قلق في المجتمع وعملين صورة يعني جمدة جدا انما ما يعتبروش قرينة ضد حد الا اذا انت يعني لو انا شتمت واحد على الفيسبوك ما حدش يحسبني الا اذا اللي انا شتمت وده قدم فيه بلاغ مظبوط صح او لا مظبوط بس مظبوط طيب خطاب مجلس دارة النادي الاهل النهاردة لاتحاد الكورة بشأن تحمل المسئوليات في موضوع الكيم وفكرة ان ممكن النادي الاهلي يتطرك الى مسألة اعلان اسماء الحكام وده النادي الاهلي ما كانش حبه فترات تسابقة وكان في اخر سطرين في البيان تطرك النادي في هذا الامر انا مش هتكلم على هل الاتحاد ممكن يعمل ايه بس هل ده ممكن يقودنا ان الكلام ده يعني خلاص مع بداية الموسم ممكن امور تتصلح والامر مطبط بايه في الظل يا سوال جمال برضو ان الاتحاد في وسط هذه الضبابية من المشاكل الادارية خد امور فنية او قارات فنية التعيير رئيس لجنة حكام رئيس لجنة مسابقات رئيس لجنة شؤون لعبين عشان امور الفنية تشتغل الفترة الجاية بدون ما يكون فيه تخبط او توقف لاي عمل احنا في المرة الاخيرة مراتنا كتير احنا يعني كل سنتين تلاتة بنمر بنفس بقت كل سنة اه بقت كل سنة هي عاملة زي دورة الرياح كده شوية هوا وعاصفة وناس تتشال وناس تيجي ولا يحصل تغيير هي عشان كده الفكرة مش فكرة ان انا اغير اشخاص انا لازم اغير سيستم النظام نفسه نظام نفسه لان النهاردة انت هتغير مجلس ادارة لو في ظل الاوضاع هي هي ما تغيرتش ما فيش جديد ما فيش جديد ما هينجحوا تاني وهيجو لك تاني ولذلك وانحنا بنتكلم على التغيير في اتحاد الكرة انا ما بقولش انه مثلا سين من الناس وحش لأ النظام اللي بيشتغل من خلاله سين وصاد وعين ولام هو اللي وحش النظام المنظومة يعني خلينا اوضح منظومة العمل لوائح المكان اللي هي بتسمح بالازدواجية بتسمح بتضارب المصالح بتسمح بكل هذا التهريج هو ده اللي بيخلي بص يا استاذ محمد اي واحد هيجي ويجد الفرصة ها يعني ممكن صحفي يبقى ضد الفساد اول ما يتولى منصب بيتعرض عليه هو فيه ناس بتزين له شر بيجي يقول له يا عم انت بدل ما انت ما بتاخدش حوافز زبط نفسك انا هعملك الورق وهخلصلك وبتاع ومش وقانوني يبقى اذا انت بتغير الليحة او القانون اللي هو بيسمح بان ناس تستغل المنصب طيب اخبالك طيب ايب فهو ده الاساس يعني مش قصة ان انت عايز تغير لجنة الحكام طيب ما هو لجنة الحكام احنا رحبنا جدا بكابتن سامير عصمان بالزبط انما لو مدتوش الاليات الجديدة اللي تخليه حسن ويطور الحكام ويطور منظومة التحكيم حيبقى انت جبت سامير بدل عصام وعصام بدل جمال وجمال بدل محمد حسام ومحمد حسام بدل مش عارف ايه فهي الفكرة كلها ان انت اه ما اعتقدش ان ده بقى بيتم في الوضع الحالي انا ملاحظ ان التركيز على الاشخاص الاشخاص مش صلب الموضوع نفسه البيعوة كالنظام لا طبعا اه يعني مثلا انت لو عايز تصلح يبقى لازم تغير فيه شكل الجمال مع الاحترام بقولش فيه ناس تطلع بره خالص لا كل الناس تبقى عضاء في الجمالية تقننها بس يبقى فيها تقنية بس يبقى مين اللي بيشارك في في اخسنة القرار وفي اختيار الأسر يعني أنا دايما بقول أنه لما جي كابتن صامعب منعم في فترة مجلس معين غير في هذا الأمر الجمالية العموية أظن بقت حاجة والسبعين مادي أو حاجة والثمانين حاجة كده كان الممتاز والدرجة التانية والباقي كله أهلا وسهلا بيهم ولهم حقوق ولهم كل حاجة بس لا يشاركوا في صناعة القرار النهاردة حضرتك يا أستاذ محمد تلاقي واحد مع كل الاحترام ممكن يبقى ملوش ثقة الجامد جدا غير في الجمالية العموية أنه هو يقدر يجيب لك محبوب نص الأصوات محبوب واحد محبوب من الجمالية العموية لكن هل هل هو ده المعيار فقط برضو ده مش مظبوط يعني ممكن تلاقي مثلا نجم كبير ما ياخدش ثلاث أصوات يعني حد يكون شخصية كروية وإدارية رائعة وما ياخدش ستين ثلاثة وتلاقي حد تاني مجهول ويعمل سكور يعني ها بكلمة جدا بس الإدارة تحديدا فعلا ممكن ها بالزبط الإدارة تحديدا كذا لا في حاجة اسمها العملية الانتخابية اللي هو انت تقدر تجيب كم صوت ها مش دايما مش دايما اللي بيجيب الأصوات هو الأكفر بالزبط واخبالك فدي عملية محتاجة إعادة نظر أكيد أكيد الفترة كبيرة يعني ومحتاجة بقول لحضرتك اللوايح نفسها بتاعت اللي عملت مشاكل كتيرة تتحط كده على الترابيزة احنا داخلين بأننا ثلاث شهور من بعد نهاية الكاسل الأمم من ساحة الخروج داخلين في الشهرين بالزبط داخلين في الشهرين ما فيش جهاز جديد ما فيش أي لجنة أو أي دور واضح في الفترة الجاية المغرب جابت مدير فني كل منتخب استبعد مدير فني جاب مدير فني الناس بتستعادة للتصفات بدنطلق في تسعة أو في عشرة انت عارف لو يتم الاستقرار بس يعني أنا عارف ان في محاولات بتبذل لانهاء هذا الأمر بس هو التحفز الوحيد على الوقت يعني كل ما الوقت عارف لما انت تاخد قرار تاني يوم من استقالة اتحاد الكورة غير انك تاخده بعد أسبوع غير انك تاخده بعد عشر تيام بعد شهر بعد اتنين كويس لابد انه يبقى فيه حيثة سرعة يعني اه ما بقولش يبقى فيه تصرع بس يبقى فيه سرعة في حسم الأمور لانه الناس في الشارع كانت مستنية قرارات الاندية نفسها متضررة من كده واحنا بنتكلم في كل التفاصيل دي المشاكل دي كلها اتسببت ان اتعين حكم بدون دراسة لمباراة كبيرة زي مباراة الاهل وبرامدز والاختيار بتاع اختيار الحكم يعني أنا مختلف مع الناس اللي اختارته اتقال اصل برضو طلع من كاس أمم واسم كبير لا بس برضو في نفس الوقت كان موقوف من الاتحاد الافريق كان عنده مشكلة في نهاية افريقيا في كاس الأمم ما تمش استنال ممكن يقصر عليه كل ده نفسيا لا وفي نقطة تانية كمان فنية بعد كاس الأمم خد اجازة حوالي عشر تيام لما استعد استعد من غير مباراة وهو غير كده الحكم برضو زهنيا زهنيا هو في الظروف كان الله في عونه في وقتها الفترة اللي فاتت دي كلها هو الرجل دماغه بالضبط يعني بغض النظر على أي تفاصيل تانية ممكن نتكلم فيها بس أنا ألف بي وارب اختار حكم اختار حكم بمواصفات المباراة نفسها بالضبط يعني بمواصفات المباراة نفسها مش هتكلم في صوابت خليبناك ده مش هروب من الحقائق احنا بنتكلم يعني مش هروب من حقيقة اللي هي الفنية كلام في الفنيات حاجة لكن احنا بنتكلم على عليات الاختيار والإدارة عليات الاختيار والإدارة ولو في التحيات مش هل في كده وبعد السؤال بقى مين الاختار ده سؤال برضو دي فيها قصة كبيرة طيب وانا السؤال هل الاختار كابتن سامير عصمان واللجنة الجديدة اللي لسه ما تشكلتش ولا اللجنة الحالية اللي هي بتدير هي اللجنة تشكلت بس بوجود ثلاثة كابتن سامير كابتن وجيه دكتور عزم حجاك بشكل مؤقت دون التلاتة اللي بيديروا لللجنة في الخطرة الحالية فكرة اللي اختار ما اختارش دي الأيام هتثبتها وهتكشف الأيام الجال إن لسه فيه كونس طيب وإحنا ليه كل حاجة عندنا فوزير يعني عشان ما فيش مجلس إدارة للاتحاد وما فيش إدارة بتدير للاتحاد لا هو وفي النهاية اللي انت بتطلبه كنادي أهلي ما بيتحمل مع أحترامي مع أحترامي مش كان أول ما تم اختيار سامير عثمان قاله إيه قال لك دي سامير عثمان وأهلي والآهلي مش قاله كده هجوم غير مبرر برضو لكن أنا بتكلم على جزئية إيه إنه طالما أنت اخترت رئيس اللجنة طب ما تخليه اختار بقى أعضاء لجنته ويشتغل على طوله ويتولى المسؤولية على طوله ده الموسم بعد شهر طبعا أصوات جمال الزهير أنا بشكرك شوء ربنا خليك لكن إن شاء الله بيتأكيد نلتقي على خير في مطرق قادمة اللي نسي في ملفات كتير إن شاء الله والملف دايما مفتوح مش هيغلق لا وشكله كده هيقعد شوية معنا هيقعد سنين ولا شوية لا 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 شهور إن شاء الله ونتمنى أيام ياريد مش شهور لأنه من مصلحة الكرة إنه يتم حسم الأمر بسرعة إن شاء الله وباشكر وجودي معك يا رئيس الشرف لي وبالتوفي دايما يا رب ونسعد كده بوجودك دايما معنا إن شاء الله كانت فقرة مهمة جدا مع الكاتب الصحفي الكبير والمشرف على القسم الرياضي بأخبار اليوم الأستاذ جمال الزهيري لإلقاء الدوق والمشاكل التي تعرض لها الكرة المصرية ومن ثم هذه المشاكل بتأثر بشكل سلبي على مسيرة النادي الآلي آه صحيح النادي الآلي داخل البيت بيتم معالجة الأمور وإصلاح الأمور في الفترة القادمة لكن في نفس الوقت انت برضو بتلعب جوة منظومة منظومة للأسف بشكل عام أو الشكل الصحيح بتاعها مش مكتمل وده بيأثر على مسيرة النادي الكبيرة اللي بتشارك في الدور المصر ومنسمى على البطولات الإفريقية نتمنى يا رب خلال الساعات القادمة بتتصلح الأمور داخل اتحاد القرى ونشوف لجان ونشوف إدارة ونشوف مجلس إدارة ونشوف ملف مهم جدا ملف التحكيم في اتحاد القرى شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل المتابعة اشتركوا في القناة